موسيقى مساء الخير هل يوجد بيت فلسطيني واحد لم يقدم شهيدا هل من بيت بلا أسير أو أسير محرر قطعا لا أن تكون فلسطينيا يعني أن هناك 20% من شعبك هم في الأسر هناك ألاف من مواطني شعبك يقبعون في سجون الاحتلال المئات محكمون بالمؤبدات والعشرات تخطط محكميتهم عقدين من الزمن أن تكون عربيا صرفا مخلصا لقوميتك يعني أن تحمل راية الدفاع عن هذه القضية منهم من اختار تحرير أسراه بالتفاوض ومنهم من قال إن إسرائيل لا ينفع معها سوى منطق القوة فأسر إسرائيليين وبدلهم بأسر القضية أن تكون صاحب قضية يعني أنك محكوم بمتابعة نتائج الطاولات المستديرة التي يولم إليها الأمريكي أن تكون صاحب قضية عليك أن تلف العالم لتتحدث عن مظلوميتك أن ترفع صوتك التي أس أن تبقى صلبا مقداما شجاعا أن تكون صاحب قضية يعني أنك مضرب عن الطعام محرد في تظاهرة وحامل للسلاح السابع عشر من نيسان أبريل أعلن يوما للأسير الفلسطيني يوما لكل من حمل قضية الأمة فأصبح هو القضية فلسطين التي أفنيتم عمركم من أجلها وكنتم الشعلة والنور في هذا النفع المظلم لن تنساكم لن يكون هناك صلح أو سلام إلا بعد أن يتحرر آخر سجين فلسطيني من الأسر الإسرائيلي أنتم ضمير هذه الأمة ولن نتنازل عن هذا الضمير فلسطين مهما اشتدت الظلمة ومهما اشتدت العتمة أصبح نقابة كوسين أو أدنى من بزوغ الفجر هذه القضية سوف تستمر ومدام هناك احتلال سوف يستمر الاعتقال وتستمر المؤسسة الصهيونية باعتقال شبابنا وفتياتنا وأهلنا ونحن نقول بأننا سنستمر في النضال من أجل الحرية والعودة والتحريق قضية الأسرة ليست قضية مادية وليست قضية أوضاع مادية وأوضاع شخصية قضية الأسرة هي قضية شعب وهي قضية حرية وهي قضية حياة وكرام رفاقي في السجن إخوتي من الجهاد من حماس من فتح من كل التنظيمات الفلسطينية الشعبية والديمقراطية بتمنى لهم التحضر القريب والعاجل وأنا بتوجه كمان لأصد داخل بالتحديد مؤسف جدا أنه قسمونا لا داخل وخارج وعابر وإحنا كلنا شعب فلسطيني واحد وبتوجه للشعب الفلسطيني بكامل بكامل طوافه وكامل انتماءاته نوقف وقف رجل واحد إلى جانب خضية المركزية هي خضية الأسرة أسرة الحرية الحرية والتحدي للكيان الصيون إذن بدأنا هذه الندوة الخاصة من الميادين مع مجموعة من الأسرة أسرة تحديدا الجليل في هذه الندوة التي شأن تسميتها قضية أمة عن أسرانا سنتحدث عن ظروفهم وعن كل انتماءاتهم باختلاف انتماءاتهم وظروفهم سنتحدث أيضا عن تحديات قضيتهم في ظل تعثر كبير في التفاوض وحراك السلطة الفلسطينية ديبلوماسي وواقع عربي مضطرب ونستقبل لهذه الغاية ضيوفنا سأبدأ بالترحيب بالأسير المحرر طفيق أبو أنعيم الذي ينضم إلينا من غزة أهلا بك ومساء الخير على أن تنضم إلينا فيما بعد سيدة فدوى البرغوثي رئيسة الحملة الشعبية لإطلاق صراح الأسير مروان البرغوثي وأيضا من المفترض أن يكون معنا سيد سامر العساوي هو الأسير المحرر إضافة إلى أنه في الجزء الثاني سيكون معنا الأسير المحرر فؤاد الرازم المبعد إلى غزة أبدأ معك سيد توفيق اليوم في هذا العام تحديدا مع كل هذه الظروف التي تحيط المنطقة العربية ما هي أبرز التحديات الجاسمة أمام قضية الأسرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا نشكركم على هذا الاهتمام وأن نحيي ونرحب بالضيوف الكرام منهم زملاء وكذلك زوجة الرفيق الحبيب أبو القسام فدوى البرغوثي الأستاذة فدوى البرغوثي في هذا اللقاء وأعتقد أن القضية المركزية التي تؤثر على أسرانا داخل السجون والتي يتفق عليها كافة أبناء الشعب الفلسطيني هو الانقسام الذي يعيشه الشعب الفلسطيني والانقسام الذي تعيشه القضية الفلسطينية أمام وحدة أسرانا داخل السجون وأمام عدم التمييز بين أسرانا من قبل السجان في ضغطه عليهم وانتهاكه لحقوقهم يعني أنت تتحدث عن الانقسام وللمناسبة بأن سيكون هناك اجتماع قريب لبحث تنفيذ اتفاقية المصالحة بين السلطة وبين الحركة وبكون الفصائل الفلسطينية كيف تتوقع أن تكون هذا الاجتماع إلى ماذا سيفضي؟ هل تأملون خيرا منه؟ الحقيقة أن الشعب الفلسطيني بأسره ينظر إلى غزة اليوم التي كانت الحدث الأكبر في الانقسام أنها اليوم تحتضن أبناء الشعب الفلسطيني على طاولة مستديرة لعلنا نجد في غزة ما لم نجده في اليمن في صنعاء وفي الرياض وفي القاهرة أن نجده في غزة وأعتقد أننا كلنا ثقة بقيادة الشعب الفلسطيني أنها ستجد في هذا المكان الحضن الدافع ومنه نعود إلى بداية الطريقة التي النقطة التي من عندها اختلفنا الأسرى الآن ماذا يطلبون من هذا الاجتماع؟ ماذا يطلبون القيادات الفلسطينية برأيك؟ يعني غير أن يتفقوا ولكن على ماذا سيتفقوا؟ يعني هم إلى ماذا بحاجة؟ إلى أي خطة عمل يطلبون منهم؟ أولا أن نتفق على أن يتفق الإخوة لا أقول للمختلفين أن هناك قضية فلسطينية وهناك آلام وجروح في هذا الجسد لا بد أن تداوى وأن تعالج حتى يصح الجسد ويصح التفكير لقضية فلسطين وهنا أقول أن الأسرى ينظرون إلى هذا اللقاء بأمل كبير جدا وينظرون أنه من هنا يأتي لهم الفرج وتأتي لهم الحرية عندما نتحد ونتوافق على رؤية واحدة للخروج من هذه الأزمة التي أثقلت كثيرا جدا كاهل الأسرى داخل السجون وجعلت من السجان سيفا نصلطا على رقابهم خلال السنوات التي مرت الآن سأرحب معي من رام الله بسيدة فدوى البرغوثي رئيسة الحملة الشعبية الإطلاق صرح مروان البرغوثي وأيضا من الناصرة ينضم إلينا سامر العساوي الآن الأسر محرر أهلا بكما أيضا ضيفينا سيدة فدوى البرغوثي أريد أن أعرف منك أيضا موقفك بما يتعلق بالتحديات يعني دائما كل عام نتحدث عن الأسرى ودائما قضيتهم في حضور دائم ولكن اليوم برأيك ما أهم تحدي يعترض قضية الأسرى سيد تفيق يقول بأنه الانقسام نعم مساء الخير للضيوف الكرام إخواني المناضلين أخي سامر العساوي وأخي توفيق أبو نعيم وتحية لكم كذلك وفي هذا الشهر شهر نيسان شهر الشهداء وشهر الأسرى نحن كفلسطينيين نرى أن هذا الشهر شهر الفداء والتضحية ونتمنى أن يكون شهر الوحدة الوطنية ووأد الفتنة والانقسام الأسود الذي لا يليق بشعبنا الفلسطيني إذا قلنا ما هي التحديات الأسرى ما يريدوا إلى جانب حريتهم الواجبة على كل الفصائل الفلسطينية وعلى الكياد الفلسطيني وعلى الشعب الفلسطيني هم يريدوا أن يتوحد شعبهم وأن يبقى الشعب الفلسطيني يتمسك بالثوابت والأهداف التي فقدوا حريتهم من أجلها الأسرى فقدوا حريتهم من أجل حرية الشعب الفلسطيني الأسرى فقدوا حريتهم وهم يقاوموا هذا الاحتلال وما يريدوا هو أن يبقى الشعب الفلسطيني حاملا لهذه الرسائل وفيا لهذه الرسالة ووفائه لهذه الرسالة بالوحدة الوطنية التي قال عنها المناضي المروان البرغوثي الوحدة الوطنية قانون الانتصار وكذلك إذا كنا على أي أساس يريد الأسرى الوحدة الوطنية فهم أصحاب الحق على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية بأن تكون وثيقتهم الوثيقة التي اعتز بها الشعب الفلسطيني أن تكون وثيقة الأسرى للوفاق الوطني اللي كان أحد اللي حاوروا فيها واتفكوا عليها الأخ توفيق ابو نعيم وهو موجود بينكم وإخوانوا الكيادات من فصائل الأخرى نحن نقول ما يريدو هو تنفيذ بنود اتفاقية وثيقة الأسرى للوفاق الوطني التي من شأنها أن تنهي الانقسام خلال ساعات وليس أيام وأن لا نبقى نتحدث عن تفاصيل وعن حوارات ما لها إلا أن تؤخر تحرير الشعب الفلسطيني وأن تؤخر الحق الفلسطيني للصدف الجيدة بأننا بدأنا بموضوع الانقسام وبموضوع الوحدة فلنتحدث بالطريقة الإيجابية فلنستخدم الكلمة الإيجابية التي هي المصالحة والوحدة أنت بالنسبة لك سامر العساوي الآن سيكون هناك اجتماع للمصالحة وهذه المرة الجميل أنه يحدث في غزة على أرض فلسطينية يعني ما هو المأمول برأيك من هذا الاجتماع هل اليوم الفلسطينيون يعني هم متحضرون للوحدة أكثر من أي وقت سابق بالبداية السلام عليكم لكم لجميع المشاهدين والضيوف الكرام يجب أن ينتهي هذا الانقسام أن يتفقوا وينتيه هذا الانقسام لأننا بأمس الحاجة للوحدة الفلسطينية لأننا نرى من جهة هي قضية الأسرة اليوم هناك أسرة 5000 أسير وهناك 1325 أسير يعنون من أمراض عدة وهناك أسرة تهددون من الموت بأي لحظة نتيجة المرض والإهمال الطبي هذا من جانب ومن جانب آخر أننا نرى بالأيام الماضية الكليلة التهديدات الاحتلالية اتجاه المسجد الأقصى بتقسيم المسجد الأقصى نرى تهويد مدينة القدس من خلال مصادرة الأراضي وهدم المنازل وصاحب بطاقات الهوية كما أخرجوا الكثير من الكرة المقدسية خارج مدينة القدس هناك عشر كرة أصبحت فقط داخل حدود مدينة القدس هناك اعتداءات يومية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وبقطاع غزة هناك شهدة هناك جرحة هناك اعتقالات كل هذا بذل الانقصام بذل الانقصام أيضا استكملوا الجدار الذي فصل الكرة والمدن الفلسطينية عن بعضها لبعض نحن بحاجة للوحدة الوطنية من أجل الاستمرارية في نهج الثورة من أجل تحرير الأرض وتحرير الإنسان دون وحدة سنبقى ضعفاء لأننا نرى الآن في المنطقة هناك المشاكل الداخلية العربية كلهم منشغل بمشاكلها الداخلية ونحن علينا أن نشغل بمشاكلنا الداخلية وأن نوجه كل قوتنا اتجاه الاحتلال من أجل الحفاظ على بقائنا والاستمرارية بالحياة على هذه الأرض نعم فاتب البرغوثي هل اليوم هناك مفاوضات ومفاوضات كلنا يعلم ماذا حل بها لا داعي لتكرار ماذا يحدث ماذا قدمت هذه المفاوضات لقضية الأسرى برأيك؟ هل خدمت القضية أم لا؟ نعم أولا نحن نقول أن هناك ثلاثين معتقل فلسطيني مناضلين على رأسهم أخونا المناضل كريم يونس ينتظرون الآن حريتهم حيث أن إسرائيل تملصت من كل التزاماتها تجاه هذه القضية ونحن نقول أن المية وأربع أسرى كانوا التزام سابق دفع ثمنها الشعب الفلسطيني مسبك وعلينا أن لا نجعل من الإفراج عن الثلاثين أسير أنه هو النجاح الحقيقي لأي عملية سياسية لأن هذا صحيح أنه إنجاز ولكن إنجاز يجب أن يكون تم ولا نعتبر أن الآن هذا الاستحقاك هو اللي يجب أن يكون خلف ظهرنا بأنه التزام على إسرائيل وليس للنقاش ولا ندفع ثمنه مرة أخرى من الشعب الفلسطيني الموضوع الآخر أنه أي عملية سياسية ممكنة يجب أن تكون مستندة على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال أي عملية سياسية يجب أن تكون هدفها تحقيق الحرية والعودة والاستقلال لشعبنا الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإنهاء الاستيطان وإلا لن تكون إلا امتداد لعشرين سنة من المفاوضات الفاشلة التي لم تحقق للشعب الفلسطيني أي شيء وإذا قلنا أن أي عملية سياسية نحكم عليها بمعيار نجاحها أو فشلها قبل ابتدائها بالإفراج عن دفعات أخرى من الأسرة والاتفاق على جدول زمني لإنهاء ملف الأسرة والمعتقلين والإفراج عنهم فلا يمكن للشعب الفلسطيني أن يتصور أن نسمي أن هناك عملية سياسية ونواب الشعب الفلسطيني المنتخبين موجودين في داخل السجون وأقدمهم صر له 12 عام في داخل السجون المناضي المرواني البرغوثي الذي نحن نقول أننا لن نقبل أي عملية سياسية ولن يخرج عن أي عملية سياسية الحرية والعودة والاستقلال وإنهاء الاحتلال إذا لم تستطع أو تنجح في إنهاء والإفراج عن نواب الشعب الفلسطيني والفيادات الفلسطينية من بينهم مرواني البرغوثي سيدة فدوة بأنك تحدثت عن المناضل طبعا مرواني البرغوثي هناك كثير من بما نتحدث عن المفاوضات نريد أن نفهم منك بعض ما قيل لو تصححي لنا أو تؤكدي الأخبار هل صحيح بأن في المرحلة ما بعد عيد الفصحي التي نحن في صددها الآن السلطة ستبدأ بطرح فكرة خروج مرواني البرغوثي إلى جانب أحمد السعادات وأيضا لواء فؤاد الشوبكي ضمن خطة طرح ممكن ترحيلهم إلى غزة على أن يخرجوا من السجن أول شيء نحن ما نقول أن حق هؤلاء القادة وحق النواب وحق الأسرة جميعا هو الإفراج والحرية والعودة إلى مدنهم ومنازلهم وهذا ما أكدت عليه القيادة الفلسطينية أنها لا تريد أن يفرج عن أي معتقل إلى خارج منزله إلا إذا إلى المنزل نحن نقول أن القيادة الفلسطينية مصرة على موضوع الإفراج عنهم ونحن ما نؤكده أنه لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تترك هؤلاء المناضلين والقادي في داخل السجون لا يمكن أن تدخل عملية سياسية وتترك هؤلاء في السجون وشعبنا الفلسطيني جاهز ينتظر هؤلاء القادي لاستقبالهم في الميادين ليواصلوا النضال والكفاح إلى جانب أبناء شعبهم الفلسطينيين يعني عدم تركهم في السجون أنتم منفتحون على هذه الفكرة إذا رضيت إسرائيل بخروج هؤلاء القادة ولكن في شارة عدم عودتهم إلى الضفة أن يكونوا مبعدين إلى غزة هل تقبلون؟ لا يوجد أختي لا يوجد أي أخبار أو لم يؤكد لنا أحد عن هذه الفكرة ولذلك علينا أن لا نناكش أفكار غير مطروحة ولكن نؤكد أن حريتهم إلى منازلهم وإلى بيوتهم هي الحرية المطلوبة طيب أعود إليك مع أن كل المدن الفلسطينية عزيزة علينا ونحن في هذه المناسبة نحيي أهلنا في قطاع غزة ونؤكد لهم أن غزة ستبقى عنوان الانتصارات وستبقى عنوان الحرية وستبقى قائدة في النضال إلى جانب كل الشعب الفلسطيني ونؤكد كذلك أن الكدس إن شاء الله سينتهي معاناة أهلها حينما تكون العاصمة للشعب الفلسطيني أنا متأكدة أن رسالتك وتحياتك وصلت إلى غزة تحديدا إلى سيد توفيق يعني عم يسمعنا الآن سيد توفيق يعني برأيك لماذا هذا الأمر الإبعاد إلى غزة يعني هذا ما تطرحه إسرائيل دائما حتى بموضوع أسرى الداخل يعني الدفعة الرابعة التي كانت مفترض أن تخرج يعني أن يخرجون منذ وقت ليس ببعيد أيضا طرحت إسرائيل فكرة إبعادهم وحصلت هناك يعني نوع من عملية خبيثة لكي يمضوا على إبعاد لماذا هذا الإصرار على الإبعاد وهذه الفكرة الإسرائيلية برأيك؟ هو أولا الحقيقة أن إسرائيل بطرحها الدولة اليهودية اعتراب بها يهودية الدولة ومن هنا هي لا تريد أي مواطن فلسطيني داخل ما تطلق عليه حدود 48 وهنا ودى نقول أن المطالبة لإطلاق صراح أسرانا هو حق وليس مساوا منا من الاحتلال أنه هذه لا تعتبر ورقة يقدمها للعالم عندما يطلق صراح أسرانا وإنما نقول أن هذه هي فاتورة دفعها هؤلاء الأسرى المطالبين بوطنهم وأرضهم وقدسهم وهنا لا يعقل أن نقبل بعد 31 عام أن يتم إبعاد كريم وونس عن عارة وعن عرعرة وعن مسقط رأسه وأعتقد أنني خلال السنوات التي أنضيتها داخل الأسر معه وهو يعني يحظى باحترام شديد جدا من كافة الأسرى وهو أول من رفض قضية أن يتم إطلاق صراح الأسرى إلى غزة أو إبعاد حتى أي مواطن من الضفة الغربية أو من الثمانية واربعين إلى غزة لأن حق هذا المواطن أن يمكث في بلده وفي موطنه رغم أننا كما تفضلت الأستاذة أم القسام أنها غزة والضفة والثمانية واربعين والقدس هي قطعة من فلسطين ولكن فرض عملية الإبعاد على أسرانا هذا مرفوض يعني ويجب أن يوقف رغم أن هذا حدث كبداية في صفقة منذ أن تم الاتفاق على صفقة أحمد جبريل وكان جزء منهم خير في ذلك الوقت ولكن أرغم في صفقة وفاء الأحرار وذلك لأن هناك اتفاق على عودتهم ولكن أقول أن عملية السلام يعني كأسرى يطلق صراحهم في أثناء عملية السلام إذن هذه عملية يجب أن يطلق صراحهم إلى أماكن سكناهم وهنا نود أن نقول أن ما يطرحه الاحتلال علينا من أسرى الثمانية واربعين باستبدالهم سواء كان بأسرى آخرين أو إيجاد حلول أخرى يجب أن نصر على أن يطلق صراح أسرانا من الثمانية واربعين إلى أماكن سكناهم وهذه قضية لا تتعلق به هذه قضية طرحت في سياق عملية السلام ولا يعقل أن يكون نتيجة عملية السلام هو اقتلاع الإنسان من أرضه ومن وطنه هو أيضا سينضم إلينا بعد قليل الأسير المحرى الفؤاد الرزم سيحدثنا أكثر عن الإبعاد لأنه هو أبعد إلى غزة في الواقع أعود إليك سامر العساوي في أقل أربع دقائق قبل أن توقف مع الفاصل أريد أن أفهم منك موضوع المفاوضات يعني أنت في الداخل ويعني أنت تراقب عن قرب أيضا السياسة الإسرائيلية كيف يفكر الإسرائيلي المشاكل الحاصلة الآن داخل اقتلاف الحكومي الإسرائيلي على خلفية المفاوضات أنت برأيك المفاوضات ماذا قدمت للشعب الفلسطيني وللأسرة تحديدا المفاوضات لم تقدم أي شيء للشعب الفلسطيني بل سجنت الشعب الفلسطيني مقابل 350 بطاقة ممغنطة للسياسيين الفلسطينيين قبل المفاوضات كان الشعب الفلسطيني يستطيع التنقل من مدينة إلى مدينة كانت أذكر وأن صغير كانت أهل غزة يأتون إلى مدينة الكتس دون أي قيد أو شرط كل المدينة الفلسطينية كانوا يأتون إلى الكتس ونذهب كما نشاء ولكن بعد عملية السلام أصبح هناك حواجز وأصبح جدران وحدود أصبح الشعب الفلسطيني سجين لا يستطيع التنقل بين مدينة وأخرى بظل أيضا وجود السلطة وجود عملية التفاوض كان ممنوع لأهل غزة أن يأتوا إلى الضفة منعوا للكدوم للضفة للكتس هذا ما قدمته المفاوضات مزيد من الاستيطان مزيد من مصادرة الأراضي كل هذا بظل الاستيطان نحن نتحدث عن مفاوضات نحن إذا أردنا التسليم بالقانون الدولي على سبيل المثال هناك اعتراب بحدود ال67 هي أراضي فلسطينية محتلة فعليه يجب إقامة الدولة الفلسطينية على هذه الأراضي ونفاوض على الحدود وعلى إجراءات بين دولة ودولة ولكن نحن نفاوض على حق لنا هذه هي الغلطة التي كانت نتحدث عن أسرى أسرى الذي قضام الأسرى 104 أسرى كان المفروض أن يتم إطلاق صراعهم منذ بدء الاتفاقيات ولكن الإسرائيليون كانوا يتعاملون مع ملف الأسرى كحسن نوايا كانوا يتلقون الأسرى ضمن المعايير الإسرائيلية وهم يضعون القوائم والأسماء ولكن نحن رأينا في عمليات التبادل من يضع المعايير والقوائمهم الفلسطينيون من يعتقد بأن الأسرى سيتم تحريرهم من خلال عملية سياسية فهو واهم لن يتم إطلاق صراعهم لأننا رأينا هؤلاء الأسرى عندما بدأت المفاوضات كان أمضوا 14 عام كان لهم 14 عام داخل السجون واليوم لهم 34 عام داخل السجون نحن نتحدث عن 500 مؤبد داخل الحركة الأسيرة من سيتلق صراع هؤلاء المفاوضات لن تطلق صراعهم من مسؤول عن إطلاق صراع هؤلاء الأسرى هي كيارة الثورة الفلسطينية الذين أرسلوا هؤلاء الجنود الأوفياء للوطن الذين آمنوا بحرية أبناء شعبهم هم طالبون الآن بالعمل من أجل إطلاق صراعهم ولا نريد أن نسمعهم بالإعلام يتفاخروا بأن هناك أسرى أمضوا 30 و25 و14 عام داخل السجون لأن هذه وصمت عار على جبين الثورة الفلسطينية بأن يقضي الأسرى الفلسطينيون كل هذه السنوات داخل السجون عليهم أن يتحركوا من أجل إطلاق صراع الأسرى بخصوص المفاوضات كما ذكرت أننا الجانب الإسرائيلي لا يريد مفاوضات نحن نتحدث عن احتلال لن أتحدث كما يتحدث السياسيون بأن هذه الحكومة متطرفة والحكومة التي سبقتها كانت أكثر دمقراطية أو تجاه للسلام كلهم متطرفون كلهم موجودون على حساب دماء الشعب الفلسطيني على حساب معناة الشعب الفلسطيني فعلينا أن نؤمن بهذه المسألة علينا أن نحن كأبناء شعب فلسطيني نخرج للشوارع نقلب هذه الطاولة بوجه السياسيون وأن ننطفذ من أجل أن نحصل حريتنا وحرية أرضنا من الاحتلال ممتاز بعد الفاصل سنفتح أكثر موضوع ما حصل مؤخرا وتوقيع السلطة الفلسطينية على المعاهدة الدولية هل سيخدم هذا الأمر سيكون اتجاه إلى تدويل قضية الأسرة خصوصا مع حركة فدوى البرغوثي على أكثر من دولة أوروبية هذا ما سنعرفه بعد الفاصل مشاهدين أبقوا معنا موسيقى هم تاج رؤوسنا ولهم منا كل فخر وعز وشموخ فهم الذين تحملوا الويلات والآهات في سجن الاحتلال نحن نقول لفلسطين ونحن جاهزين بتقديم أرواحنا ودمائنا ومستعدين للأسر مرة ومرتين من أجل تحرير مقدساتنا ومن أجل تحرير القدس أنا شخصيا أنضيت 21-22 عاماً وغيري أنضى 31 عاماً وتم الإفراج عنه فلولا الأمل لما بقينا أحياءاً داك للسجون لفصائلنا المقاومة والمفاوضة وكل إشي إحنا في السجن السجان ما استطاع شكسر إرادتنا اقتتالكم الداخلة والقسامكم هو اللي كسرنا قسم ظهرنا كأسرة قضيت 26 عاماً في سجن الاحتلال من أجل فلسطين وهذه ثمن ليس بغالي على هذه الأرض الطيبة الطاهرة التي اغتصبت من الكيان الصهيوني وساعدها العالم الغربي والأمريكا وبالتالي نحن ما زلنا في صدد تحرير فلسطين وإذا طلب مننا الأمر كأسرة محرارين وأنا شخصيا سأكون من الأول من المبادرين لهذه التضحية فلسطين بحاجة إلى كل جهد بحاجة إلى أن نتكاثب بحاجة إلى أن نترابط سنوات السجن لن تطول وظلام السجن لن يطول وأكيد بوابات السجن سوف تفتح ما عليكم إلا بالتوحد والصمود والتحدي ومواصلة النضال أحلم في هذه الكلمات أنها كلها تجمع على الصمود والتحدي والتضحية هذه كانت كلمات لأسرة من قطع غزة أعود إليكم ضيوفنا في هذه الندوة الخاصة قضية أمة في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الأسير المحرر تفيق أبو نعيم أريد أن أعرف رأيك بما حدث والتوقيع الذي قام به الرئيس محمود عباس السلطة الفلسطينية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية 15 معاهدة هذه المعاهدات برأيك كيف يمكن استخدامها لخدمة قضية الأسرة وهل هي مفيدة فعلا لهذه القضية برأيك وأيضا من وجهة نظركم أيضا في حركة حماس بالتأكيد نحن نبحث عن كل مصور قانوني يمكن أن يخدم قضيتنا ومن هنا هذا التوقيع يجب استغلاله لصالح قضيتنا وعلى رأس هذه الاحتياجات للشعب الفلسطيني سواء قضية اللاجئين قضية القدس قضية الأسرة وهنا أود أن نقول نحن كحلقة أريد أن نخصص هذا الشيء للأسرة في هذا الشهر ونحن نعتبر أن يوم 17 بلغت الفعاليات ذروتها في قطاع غزة وهنا نتحدث على ما نشاهده وما نشاركه في خلال الفعاليات التي حدثت في قطاع غزة ولكننا هنا نود أن نقول أن هذه الفعاليات إذا بقيت أمام الصليب الأحمر واليوان دي بي والأمم المتحدة وفي شوارع أزقة قطاع غزة فإن هذا يبقى داخل البيت ولكننا نريد أن ننقل هذه القضية إلى المجتمع الدولي نريد أن ننقل هذه القضية إلى الأمم المتحدة نريد أن ننقل هذه الملفات 206 أسرة قتلوا داخل السجون قتلوا أقول أن منهم من أطلقت عليه النار محمد الأشغر أطلقت عليه النار وكذلك عرفات جردات هذه ملفات لا نريد أن يطويها الزمن ولكننا نريد من خلال الاتفاقيات الدولية التي وقعها الرئيس أبو مازن وكذلك ما يخدم قضيتنا أن نصل إلى محكمة الجنايات الدولية وهذا هو أمل الأسرة داخل السجون هو أن نصل يوما من الأيام أن نوصل ملف الأسرة إلى محكمة الجنايات الدولية علنا نستطيع أن ندخل سجان في قفص الاتهام ونشاهد أن المجتمع الدولي علق رؤساء على أحبال المشانق هذه طبعا نقطة مهمة جدا مسألة المحاكمة محاكمة إسرائيل على جرائمها خصوصا أن المعاهدات الدولية بدأت تصدق عليها الدول هولندا صدقت منذ فترة على اتفاقيات لهاي قبل أن أختم معك وأن تغادرنا سيد توفيق فقط أريد منك على المستوى الاجتماعي أيضا أريد أن أجمل أكثر من نقطة بسؤال واحد لو سمحت وأن تختصر لي ذكرياتك داخل السجن يعني بجملة أو جملتين كيف تتذكرها الآن أنت الآن كيف تعيش يعني حياتك الاجتماعية كيف تصفها لنا ورسالة صغيرة يعني للأسرة الذين ربما يعني يشاهدون تقول لهم كلمة تقويهم أيضا على استمرار في نضالهم تفضل إذا سمحتم لي أنا اعتقلت وقد تركت أبنائي أكبرهم عمره أربع أو ثلاث سنوات وأصغرهم أولد بعد أن أعتقلت بثلاثة أشهر خرجت من الأسر وقد أنجب أكبرهم طفلة عمرها ثلاث سنوات وعامين وعام إذن هذه أولا ثانيا أنا الآن أقدم رسالة الماجستير في الجامعة الإسلامية وعلى الصعيد العملي أنا أعيش مع الأسرة يوميا لديي اتصال مع الأسرة داخل السجون وأنا أشغل الآن رئيس رابطة الأسرة المحررين رئيس جمعية واعد وبالتأكيد من يعيش حياة الأسرة داخل الأسرة يعيشها في الخارج إذا ما بقي مرتبطا معهم همومهم وقضاياهم وأشعر الآن نحن على رأس عمل في داخل على أنقاض سجن غزة المركزي وهو أرواح لصور اثنين وأنا جئت من هناك الآن إلى الستوديو ونحن نهنأ أسرانا داخل السجون بهذا اللقاء الذي يحدث على أرض غزة وآمل وهذا هو أمل الأسرة كذلك وأمل المحررين أن يكون هناك نتيجة ترضي ومرضية للشعب الفلسطيني وعلى رأسه قيادات الشعب الفلسطيني في داخل الأسر وعلى رأسهم الأخ المناظر مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعباس السيد وحسن سلامة ما يرضيهم داخل الأسر حريتهم أولا والاتفاق الذي ننتظره إن شاء الله على أرض غزة بإذن الله تعالى وهذا ما يسعد الأسرة داخل السجون شكرا لك سيد توفيق أبو نعيم الأسير المحررة كنت معنا من غزة شكرا على هذه الرسالة وأيضا هنيئا لنا على فكرة بالأسرة الذين يستغلون حتى هذه السنوات ليتعلموا لا يتم تضييع هذا الوقت سودان وهذا أكثر ما يزعج إسرائيل شكرا لك سيد توفيق أبو نعيم أعود إليك سيدة فدوى البرغوثي طبعا موضوع تدويل قضية الأسرة يأخذ من وقتك كثيرا لأنه هذا هو المشروع لمروان البرغوثي يعني هو قال في مقابلة لموقع المونيتر بأنه يدعو إلى استراتيجية تعتمد على العودة إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية كاملة للفلسطين على أن تشمل الوكالات الدولية توقيع الموثيق الاتفاقيات كافة والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية والعمل مع المجتمع الدولي لعزل إسرائيل ومقاطعتها هل أصبحنا أقرب من هذا المشروع الآن بعد توقيع الاتفاقيات برأيك هل السلطة الآن دخلت مرحلة جدية بالمتابعة بهذا المسار نعم أولا نحن نقول أن حقنا كشعب فلسطيني أن ننضم إلى كافة المؤسسات والمنظمات والمعاهدات الدولية هذا حق ويجب أن لا نترك مؤسسة أو هيئة لأنه حق للدولة الفلسطينية نحن لا نريد أن تكون الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة تبقى على الورق ولكنها نريد أن تبقى على الأرض ليشعر كل مواطن فلسطيني أن السلطة الوطنية الفلسطينية نقلت به من حالة السلطة إلى حالة الدولة نحن نقول أنه علينا أن نواصل هذا الانضمام والتدويل وجزء مما نكون به نحن كحملة منذ 12 عام على فكرة منذ 12 عام منذ اختطاف القائد مرون البرغوثي ونحن ندعى من العالم وكانت هناك حملة دولية سبقت حتى الحملات الداخلية والحملات العربية حملة دولية ومن ثم العربية والداخلية من أجل الدفاع عن الأسرة والمعتقلين الحملة الدولية لحرية مرون البرغوثي وكافة الأسرة هذه تطورت من البداية قبل 12 عام حينما كنا نذهب نعاني لنشرح قضية الأسرة للعالم لأن إسرائيل جعلت من هذه القضية قضية أمن إسرائيلي لا يجوز المساس فيها ولا يجوز للعالم أن يتدخل فيها وكأنها قضية ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين فقط ونحن ما نجحنا بعد 11 عام أي في الذكرى 11 الاعتقال المناضي المرون البرغوثي نجحنا في أن نعقد المؤتمر الحرية والكرامة على أرض رام الله بعد أن كنا نذهب إلى العالم أنا شخصيا ذهبت إلى 50 دولة في العالم بعض الدول زرتها أكثر من 10 مرات من أجل التكرار والإقناع والعمل والزام الدول في مراعاة أن الأسرة والمعتقلين الفلسطينيين هم قادة حرية وأنهم مناضلين من أجل الحرية كنت في جولة الآن عدت للتو من جولة أوروبية ذهبت إلى فرنسا وإيطاليا وإيرلندا على ما أعتقد أخبرينا هل تغير فعلا المزاج الأوروبي أين أصبحت هذه القضية بالنسبة للوعي الدولي أيضا لأهمية تحرير هؤلاء الأسرة خصوصا أن المقاربة اليوم بين مروان البرغوثي وكل السجناء الرأي في جنوب أفريقيا على رأسهم نلسون مندلة أصبحت قريبة وواقعية والكثير يرونها بهذه الطريقة نعم نقول أن توصيات مؤتمر الحرية والكرامي كانت بإطلاق حمل دولية لحرية مروان البرغوثي وكافة الأسرة وكان ضيف الشرف في هذا المؤتمر المناضل أحمد كترادا وهو رفيق درب المناضل الزعيم نلسون مندلة وحيث بعد ست شهور كان قد حضر مع عدد كبير من الرموز والشخصيات السياسية العالمية وست شخصيات ممن حصلوا على جائزة نوبل للسلام 13 شخصية من بينهم طبعا من العرب الأخ الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية الأخ نبيل العربي نعم هؤلاء كانت لجنة مكونة منهم وأطلقوا الحملة الدولية لحرية مروان البرغوثي العام الماضي من جنوب إفريقيا من زنزانة الزعيم نلسون مندلة وكانت خطوة رمزية لم يسبق لجنوب إفريقيا أن قاموا بها لأي كان في العالم ووضعوا صورة مروان البرغوثي في زنزانة الزعيم نلسون مندلة وكان المؤسس للحملة كذلك تأسست على أساس روبين آيلاند ديكلاريشن أي إعلان روبين آيلاند اللي بيأكد على حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وحق الأسرة وحق مروان البرغوثي كحالة رمزية فلسطينية وكشخصية وحدوية وتساعد على حرية الشعب الفلسطيني نحن نقول أن هذا الإعلان وقعت عليه شخصيات عالمية كبيرة منها الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر منها شخصيات عربية منها شخصيات رؤساء وزراء سابقين كدولاما من السويد من غيرها ولذلك حملتنا توسعت الآن لثلاثين دولة أنهينا رحلتنا السابقة لفرنسا وإيطاليا وسيكون لنا الأسبوع القادم إن شاء الله في إرلندا ومن ثم إلى أمريكا اللاتينية أنت التقيت أيضا شخصيات على سبيل المثال وزير الخارجية الفرنسية على ما أعتقد سأعود إليك في هذه النقطة ولكن أريد أن أعرف رأيي أسير محرر صاحب أطول إضراب عن الطعام في التاريخ يعني ما رأيه بي تحرك صوب المجتمع الدولي أنت صاحب إرادة سامر العساوي أنت مؤمن بأن الأسير هو من داخل سجنه يستطيع أن يحرر نفسه تجاه دولة محتلة كإسرائيل التوجه نحو المجتمع الدولي كيف تراه؟ هل هو فاعل؟ مفيد؟ لكم؟ إن التوجه للمجتمع الدولي هو مهم وضروري ولكن هناك الكثير من القرارات الدولية وآخرها الاعتراب بالدولة الفلسطينية ولكن بقيت حبر على ورك داخل الأمم المتحدة إذا الشعب الفلسطيني لن يتحرك من أجل حريته وحرية أسراء لن أحد يحررنا ولن أحد يعطينا أي دولة لنا لأننا رأينا في جنوب السودان هناك الآن دولة جنوب السودان هذه الدولة التي لا تمتلك مقومات الدولة ولا البنى التحتية ولا أي شيء تم الاعتراف فيها كدولة ولكن نحن هنا بالأراضي الفلسطينية المحتلة هناك مقومات الدولة وهناك مؤسسات وهناك البنى التحتية وكل شيء رأينا الفيتو الأمريكي هناك استهطار من المجتمع الدولي اتجاه القضية الفلسطينية نحن إذا أردنا التسليم لقرارات الدولية نحن كفلسطينيون داخل السجون نحن أسرى حرب حتى هذا اليوم لا يتم عملتنا كأسرى حرب لا من قبل الاحتلال ولا من قبل المجتمع الدولي لأن المجتمع الدولي لا تهمها القضية الفلسطينية كثيرا أريد أن أفهم منك أمرا بعد التوقيع على المعاهدات الدولية هل تعتقد أن السلطة الفلسطينية غيرت نهجها أنتم تثقون في السلطة الفلسطينية خصوصا أنكم أسرى الداخل يعني إسرائيل داما تحاول أن تفرقكم عن الفلسطيني في الضفة أو الفلسطيني في غزة هل أنتم وثقون بالسلطة المسألة ليست مسألة ثقة بالسلطة أو عدم ثقة بالسلطة لأن السلطة نفسها هي أسيرة مثلها مثل الباكي الشعب الفلسطيني لأن من الرئيس أبو مازن حتى أصغر فلسطيني لا يستطيع مغادرة فلسطين دون تأشيرة من قبل الاحتلال هذه نقطة الجميع يعلمها المشكلة الأساسية نحن بالشارع الفلسطيني أصبحنا نتعامل بالمسميات الاحتلال أصرى داخل وأصرى كتس وأصرى غزة وأصرى ضفة الكرة المقدسية اليوم هي نتعامل بأن هذه السبيل على المثال أبو ديس والعزرية هي تطبع للكتس كرة كتس لأن نتعامل بأنها كرة تطبع لمدينة بيت لحم كطنة وبيت إكسا وباكة الكرة القريبة منها هي أيضا تطبع لمدينة الكتس اليوم نتعامل بأنها تطبع لمدينة رمالة لأن الاحتلال يريد ذلك ونحن للأسف نتحدث بلسان الاحتلال يجب أن يكون هناك وعي فلسطيني وأن نسمي الأمور بمسمياتها نحن أصرى فلسطينيون وعرب داخل السجون الاحتلال ملف واحد لا يتجزأ ومرفوض تجزأة هذا الملف كان الغلط برأيي كان هناك غلط عندما تم التفاق على إطلاق صراحة 104 أسرة الغلط الرئيس الذي كان هو إحطاء الاحتلال باختيار هذه الكوائم كان المفروض على السلطة الفلسطينية أن ترفض وتطلق صراحة الأسرة ذمن الأولويات والأقضامية لهؤلاء الأسرة لأننا رأينا 14 أسير من الداخل من شمال فلسطين المحتل وأقول شمال فلسطين واحتل من هنا من الناصر أقول شمال فلسطين المحتل والداخل المحتل هناك 14 أسير بكوا داخل السجون هنا كان الغلط من كبر السلطة يجب كانت عليها العمل من أجل أن تضع هذه المعايير من أجل إطلاق صراحة هؤلاء الأسرة نعود إلى المجتمع الدولي المجتمع الدولي يعلم بأن هناك أسرة داخل السجون وقد سمع بشاليت عندما كان أسيرا لدى المقامة الفلسطينية وتحرك كل العالم من أجل إطلاق هذا الجندي الإرهابي الذي كان داخل الدبابة ويقتل الأطفال الفلسطيني والنساء والشيوخ في قطاع غزة وبكل فلسطين الكل طالب بهذا الإرهابي ولكن لا أحد يطالب بخمس تلاف ننسون منديلة داخل السجون الفلسطينية الذين قاتلون ويحاربون الإرهاب الصهيوني الذي يمارس بحق أبناء شعبهم العالم لا يرى هؤلاء الخمس تلاف ننسون منديلة داخل السجون ونحن لا نريد أن ينتظروا 29 عام و30 عام لكي يأتي المجتمع الدولي ويتعامل معهم أبطال كما تعاملوا مع القائد ننسون منديلة بعد 29 عام اقتنعوا بأنه كان يدافع عن حرية شعبه فعليه أنا أقول وهذه قناعة وقناعة كل الأسرة نحن وأقول نحن لأنني أعتبر نفسي جزءا من هذه الحركة الأسيرة نحن قمنا بالدفاع عن أرضنا وأبناء شعبنا وقدمنا سنين أعمارنا وما زلنا مستعدون من أجل من تقديم أرواحنا شهداء وسنين أعمارنا داخل السجون من أجل حرية أرضنا وشعبنا فعلينا التحرك إذا الاحتلال لم يشعر بتحرك على أرض الميدان والاحتكاك المباشر مع الاحتلال وأن يرى بأن اقتصاده يتعرض للخطر لن يتحرك على الاحتلال ونلن يسعى إلى حل قضية القضية الأسرة ولا قضية القضية الفلسطينية بشكل عام هذه نقطة مهمة مسألة اقتلاليا اتجاه الفلسطينيين نعم هي نقطة مهمة مسألة الاقتصاد يعني وما يمثلوا بهسبة لإسرائيل اسمح لي فقط أعتذر منك سامر سأعود إليك في هذه النقطة لأعرف موجة نظريك كيف يمكن على السلطة أن تتحرك لتضايق الاقتصاد الإسرائيلي ولكن سينضم إلينا الآن الأسير المحرر أيضا المبعد إلى غزة فؤاد الرازم أهلا بك سيد فؤاد في الميدان وفي هذه الندوة أريد أن أعرف منك نحن تحدثنا في الكثير من المواضيع في الواقع من بداية الحلقة إلى الآن أكثر موضوعين ركز عليهم يعني ضيوفنا هم موضوع الانقسام الفلسطيني وموضوع المفاوضات وما قدمته لقضية الأسرة أريد أن أعرف وجهة نظرك في هذين الأمرين هل المفاوضات مفيدة؟ وهل الانقسام سينتهي قريبا برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية تحية لكم جميعا وإلى ضيوفك الكرام المحامية فدوى البرغوثي والأخ سامر العساوي الحقيقة أن هذين الموضوعين موضوعين شائكين خاصة موضوع الانقسام وموضوع الأسرة والمعتقلين في سجون الاحتلال هل المفاوضات قادرة على أن تحرر أسرانا ومعتقلين من سجون الاحتلال؟ أنا أقول وبكل صراحة ووضوح أن هذا الموضوع لا يمكن أن يتم تحرير أسرانا من سجون الاحتلال بالمفاوضات حيث أن لنا تجربة كبيرة وعميقة مع هذا الاحتلال في المفاوضات السلطة الفلسطينية تفاوض منذ أكثر من عشرين عاما في عام ١٣٩ عام ١٩٩ تم توقيع اتفاق أوسلو وعلى الرغم من ذلك لم يتم إطلاق صراح الأسرة والمعتقلين في ١١١١١ تم إطلاق صراح عدد كبير من الأسرة الذين كانوا معتقلين قبل اتفاق أوسلو بصفق التبادل فقط لأن العدو الصهيوني كان يعتبر أن هؤلاء الأسرة أيديهم محنى بدماء الإسرائيليين ولا يمكن إطلاق صراحهم مطلقا من سجون الاحتلال فالمفاوضات الحقيقة فشلت في إطلاق صراح الأسرة والمعتقلين من سجون الاحتلال حيث أن إسرائيل اعتبرت أن جند إسرائيلي في الأسر يساوي العملية السياسية كلها لذلك لم يتم إطلاق صراح الأسرة في 2010-2011 كان هناك حوالي أربعمائة آسير فلسطيني في سجون الاحتلال يمضون أكثر من عشرين عام في سجون الاحتلال والابتزاز الإسرائيلي في قضية الأسرة معروفة وخاصة في الفترة الأخيرة إطلاق صراح المية وأربعة أسرة الذين كانوا متقلين قبل اتفاق أسلو في المفاوضات هذا لم يتم إلا بعد صفقة التبادل وصفقة التبادل هي التي فرضت على الاحتلال الإسرائيلي أن يساوم على هؤلاء الأسرة ويبتز ويحاول الآن ابتزاز السلطة الفلسطينية بالأسرة الذين يحملون الهوية الإسرائيلية جبرا عنهم سواء من القدس أو من الأسرة الأراضي المحتلة عام 48 لذلك نحن نعتبر ونعتقد أن أقصر الطرق لإطلاق صراح الأسرة والمعتقلين من سجون الاحتلال هي إجراء عمليات تبادل مع هذا الاحتلال وإجراء التبادل يقتضي المحاولة الجادة من المقاومة الفلسطينية لأسر الجنود الإسرائيليين من أجل إطلاق صراح أسرنا ومعتقلين من سجون الاحتلال الآن يوجد في سجون الاحتلال 476 أسير محكوم بالمؤبد أو أكثر من مؤبد إلى متى سيبقون هؤلاء في السجون هل سيمضون في السجون كما أمضينا 30 و34 عام في سجون الاحتلال أم أن الواجب على المقاومة الفلسطينية في كل الأراضي الفلسطينية أن تعمل جاهدة من أجل إطلاق صراح هؤلاء الأسرة والمعتقلين من سجون الاحتلال هذا الاحتلال لا يميز بين طفل وأمرأة وقائد فلسطيني أو عضو مجلس تشريعي أو ما شبه ذلك لأن هذه الدولة تعتبر نفسها فوق القانون الدولي ولا تحترم لا حقوق إنسان ولا تحترم قيادي ولا تحترم أي شيء آخر بالنسبة للقسم الثاني وهو المصالحة الفلسطينية أو إنهاء القسام نحن منذ البداية قلنا أن هذا الانقسام هو كارثة على الشعب الفلسطيني ويجب إنهاء هذا الانقسام بأسرع وقت ممكن ولكن مرت السنوات ومازال هذا الانقسام قائما ونحن نأمل وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينتهي هذا الانقسام لأن هذا الانقسام هو صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني وانعكس بشكل سلبي على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الفلسطينية كلها لذلك نحن ندعو الجميع إلى إيجاد القواسم المشتركة ما بين جميع الفصائل الوطنية والإسلامية وإعادة اللحمة إلى الشعب الفلسطيني من أجل مواجهة هذا العدو الصهيوني الذي يغتص بالأرض ويدنس المقدسات ليلة نهار من أجل مواجهته صفا واحدا ويدا واحدا بما أنك تحدثت عن مقاومة وعن تبادل سنتحدث بعد الفاصل عن هذه المقاومة المسلحة وأيضا ما يقال ويتم تشدد عليه من المقاومة الشعبية هل الآن كيف يتم تفعيل هذه المقاومة الشعبية وسنختم في المحور الأخير عن الظروف الاجتماعية للأسرة الفلسطينيين كانوا محررين أو كانوا ما زالوا داخل السجون وأيضا ظروف عائلتهم ابقوا معنا مشاهدين نحن تم نسيانا أكثر من 20 سنة حل قضية الأسرة يكون بوسائل وأساليب معروفة لتحرير الأسرة مارستها الثورة فلسطينية في السابق أثناء الوجود في لبنان مارسها حزب الله هاي الطريقة الممكن إنها تخلق نوع من العزة والكرامة لدى الأسير الفلسطيني عادة الاعتبار لمضاله ولمكانته ما بدي أوجه لهم رسالة بالصمود لأنهم صامدين وثابتين وعلى المبدأ وعلى الهدف إلى الأسرة الفلسطينيين خلف القطبان في يومهم الوطني يوم الأسير الفلسطيني ابكوا على وحدتكم وحافظوا عليها وتمسكوا بها إلى آخر رمق اثنين اصبروا وصابروا ورابطوا واحتسبوا ثلاث قضيتنا قضية عادلة وتستحق التضحية وأن نقدم لها الدماء وسنوات الشباب لأنها قضية جديرة جديرة بأن نقدم لها كل نفيس من أجل نصرتها هذه أيضا مجموعة من أراء الأسرة من الضفة الغربية نعود إلى هذه الندوة الخاصة قضية أمة بالأسير الفلسطيني يوم الأسير الفلسطيني مشاهدين وضيوفنا من غزة ورامالله وأيضا من الناصرة سيدة فدوة البرغوثي قبل أن أنتقل معك إلى موضوع المقاومة الشعبية كنت تتحدثين عن جولتك على الدول الأوروبية وأعتقد أنك التقايت أيضا بمسؤولين مهمين في هذه الدول أخبرين ماذا تحدثتم؟ هل تغير فعلا؟ البروباجندا الإسرائيلية كيف تصلهم؟ هل استطعتوا أن تعدلوا بالصورة؟ أن تغيروا ربما؟ نعم بالنسبة للصحافة الإسرائيلية وكذلك ما تتعامل به إسرائيل في هذا الملف هي بالفعل تمارس تخويف للمجتمع الدولي من التدخل في موضوع الأسرة والمعتقلين مرة بتسميتهم أنهم مجرمين ومرة إرهابيين ومرة أنهم خطر على أمن إسرائيل كما كلنا وكانت هناك صعوبة ولكن اليوم ما نشاهده أنه كما أن هناك إجماع فلسطيني وإجماع عربي فأن هناك إجماع دولي حول قضية الأسرة والمعتقلين وهذا يعود إلى الجهود الكبيرة التي تكون بها المؤسسات الفلسطينية وغير الفلسطينية والمؤسسات الصديقة والمتضامنة معنى التي فرضت قضية الأسرة والمعتقلين على طاولة السياسة العالمية اجتمعتم مع لوران فابيوس؟ نعم أقول ماذا قال لكم؟ كيف كان اللقاء؟ نعم نقول أنه نحن اجتمعنا مع عدد كبير من وزراء الخارجية في العالم مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز مع رئيس الوزراء فابيوس طبعا هذا أتم الحديث بأمور عديدة وهي تتعلق بالوضع الفلسطيني وتأثير قضية الأسرة والمعتقلين على الشارع الفلسطيني وأهميتها في أي مرحلة سياسية وضرورة الإفراج عن القادة والنواب الفلسطينيين ولكن ما نؤكد أننا في كل زيارة لأي دولة نذهب لها نلتقي مع الخارجية نلتقي مع وزارة حقوق الإنسان نلتقي مع الوزارات فيها والمسؤولين وأصبحت هذه القضية تحتل اهتمام كبير لدى العالم ونحن نقول أن قضية الأسرة ليست بديل للثوابت الفلسطينية على الجميع أن يعي شيء كل الأسرة والمعتقلين ناضلوا من أجل حرية شعبهم ومن أجل تحرير الأرض ومستعدين لدفع هذا الثمن إلى مال نهاي ولكن نحن نقول أن قضية الأسرة هي استحقاق لأي حركة تحرر تريد أن تدخل في عملية سياسية أريد أن أفهم منك شيئا نقرأه من مقابلات قليلة جدا في الواقع لمروان البرغوثي لأنه عندما يعطي مقابلة نعرف كيف تكون ردة فعل إسرائيلية داخل السجن وكيف يتعرض لعقوبات داخل السجن لكن تجديده في الأون الأخير على الموضوع المقاومة الشعبية وهو الذي كان مهندس الانتفاضة ونحن نعرف أهمية إيمانه بالمقاومة المسلحة هل هذا التجديد على المقاومة الشعبية يعني أنه يفضلها على المقاومة المسلحة وكأنه ينفي موضوع المقاومة المسلحة من قاموسه أو هذا ما تحتاجه المرحلة أم نحن نفهم بطريقة الخاطئة أختي مرون البرغوثي قضى من عمره 20 عام في سجون الاحتلال يعني عقدين من الزمن في سجون الاحتلال وأبعد سبع سنوات يعني 27 سنة من عمره 54 سنة نصف عمره قضاها معتقلا أو مبعدا وهو متمسك بحق الشعب الفلسطيني بالحرية والعودة والاستقلال مواقفه واضحة بأن الشعب الفلسطيني من حقه أن يناضل ويكافح بكافة الوسائل والطرق وعشرات القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة أعطت حق للشعوب المحتلة والمكورة أن تناضل وأن بكافة الوسائل والطرق لتحرير أرضها نحن نقول أن مروان البرغوثي واضح بأن يجب أن لا تكون المفاوضات بديل للمقاومة ويجب أن تكون المقاومة هي قوة لأي مفاوض فلسطيني هو من قال أننا فاوضنا سبع سنوات بدون مقاومة وقاومنا سبع سنوات بدون مفاوضات ويعني عن الانتفاضة الأولى وعن ما بعد أوسلو وعلينا أن نفاوض ونقاوم معا هو من يعتقد بأن المفاوض بدون مقاومة على الأرض سيكون عاجز وسيكون ضعيف والمقاومة على الأرض بدون الثمن السياسي ستكون كذلك مغامرة واضح في مواقف من هذا الموضوع ولكن هو يريد الآن المقاومة التي تسمح لكل أبناء الشعب الفلسطيني أن يشاركوا فيها أن يكون واستخدم عبارة المقاومة الشاملة في أحد مقابلاته استخدم عبارة المقاومة الشاملة والمقاومة الشاملة يفهمها الجميع كما يفهمها وكذلك لأبناء شعبنا أنه على كل بيت أو مواطن فلسطيني أن ينخرط في هذه المقاومة لأنه من يستند إلى المفاوضات لوحدها سيكون واهم بأن إسرائيل ستعطينا حقنا الفلسطيني هذا بمختصر كما قلت أختي كل مقابلة كل موقف يخرج عن مرون البرغوثي يجهز نفسه لمجموعة من العقوبات 22 مرة عزل انفرادي بسبب المقابلات التي تخرج عنه ولكن هو عنده إرادة صلبة وحاول أن يهزم إرادة السجان السجان يريد أن يخمد صوت مرون البرغوثي ويخمد صوت الحرية والمقاومة في نفس مرون البرغوثي ولكن هو كذلك هزم السجان بأن صوته يخرج لأبناء شعبه الفلسطيني ليساهم حتى من داخل زنزانته اللي أربع سنوات في العزل الانفرادي واثنعشر سنة في العزل الجماعي ثمان سنوات في الجماعي ميت يوم من التحقيق هذا لم يثني ولن يثني عن مواصلة النضال والكفاح من أجل حرية الشعب الفلسطيني طيب سامر العساوي أنت قلت أنك ما زلت تعيش حياة الأسر حتى وأنت خارج الأسر وكأنك أيضا على اتصال دائم مع الأسرى يعني ما الذي ينقل إليهم منذ فترة استمعنا بأن هناك محام قد قبضت عليه إسرائيل لأنه يقال أنه يسرب وينسق بين الأسرى داخل وخارج السجن حدثنا عنهم نحن نريد أن نفهم هم كيف ينسقون مع الخارج يعني هم كيف يعيشون هم كيف يعلمون بأخبار السياسة هذا ما نريد أن نعرفه منك كأسير محرر خبرت السجن وكان لديك أضراب طويل جدا عن الطعام هناك الأسرى داخل السجن وتابعون الأمور السياسية عن كثب وتابعون من خلال وسائل الإعلام من خلال المحامون من خلال زيرات الأهل من خلال بعض الاتصالات لأن هناك بعض تهريب الأجهزة الخلوية لهذه السجون يكمون بتهريبها ويعلم إدارة مساحة السجون عن هذا الموضوع ولكن هناك المحامون هذه نقطة مهمة لأنه بالفترة الأخيرة تم أسر أكثر من محام ليس محامي فقط هناك الآن في مدينة القدس تم اعتقال شقيقة شرين العساوي المحمية شرين العساوي وشقيقة متحة العساوي أربع محامون هم نديم غريب وأمجد صفدي ومحمود أبو السنينة وعمر سكافي هؤلاء المحامون كانوا يواقبونني فترة الإضراب ويزرون الأسرة داخل السجون وينقلون كل المعاناة التي يعنيها الأسرة داخل السجون إلى خارج السجون الأوضاع الصحية عندما يتم فرض غرامات مالية على الأسرة الانتهاكات التي تتم بحق الأسرة داخل السجون ينقلون كل هذه المعلومات إلى الخارج فالاحتلال قام باعتقالهم ويعتبر أن هؤلاء المحامون يحرضون الشارع الفلسطيني ضد الاحتلال من أجل أن تكون هناك انتفاضة للأسرة لأنه اعتبروا نقل المعلومات هذه هي خطيرة على أمن الاحتلال لأن المحامون يقومون بنقل كل المعلومات سواء بين السجون أو من السجون إلى خارج السجون واطلاع الشارع الفلسطيني على ما يحدث داخل الأسر اليوم هؤلاء المحامون يدفعون حريتهم لأنهم قاموا بواجبهم اتجاه هؤلاء الأسرة الذين أيضا كما ذكرنا هم قدمون سنين أعمارهم من أجل حريتنا نحن وحرية أرضنا ولكن هذا لا يعني بأن سيرضع باك المحامون من نقل الحقيقة وهناك الكثير من الوسائل نستطيع التواصل من خلالها مع الأسرة وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم سواء من خلال الأسرة الذي يتم تحريرهم أو يتم إطلاق صراحهم هناك من خلال الزيارات لأن هناك بعض الأسرة يخصص عشر دقائق من زيارته لكي يشرح عن أوضاع السجن من أجل أن نقل ما يدري بالداخل إلى الخارج لأننا كما نعلم هنا أريد أن أنت تحدثتي بأن الأسرة يستغلون وقتهم بالدراسة والتعليم أريد أن أتحدث عن هذه النقطة سريعا أن الأسرة الفلسطينيين عندما الآن هم يستطعون بالقراءة والكتابة وكل هذه الأمور لم تأتي مجاناً من قبل السجن بل كان هناك إضراباً عن الطعام من أجل أن كان ممنوعاً على السجن أن يكون يمتلك قلماً أو دفتراً ووركة أو تلفاز أو مذياع كل هذه الأمور كانت ممنوعة من خلال الإضرابات المتقررة داخل السجون لأن الأسير يواصل نظاله داخل السجون من خلال الإضرابات المتقررة استطاع الأسير الفلسطيني انتزاع هذه الأمور انتزاعاً من الاحتلال واستطاع أن يواصل تعليمه وأن يستفيد وأن كان الاحتلال يريد أن يجعل السجون مقابر للأحياء ولكن الأسرى الفلسطينيون رفضوا هذه المسألة وأصروا أن تكون كليات ثورية تخرج القاضة والكوادر لأبناء شعبهم من أجل أن يقودوا أبناء شعبنا إلى الحرية الأسير الفلسطيني يعيش داخل السجن هي حالة تأهيل الأسير الفلسطيني من أجل أن يستطيع أن يخدم المجتمع الفلسطيني عندما يتم تحريره إلى خارج المجتمع عندما يخرج ويكون فعالاً في المجتمع الفلسطيني السيد أسير محرر فؤاد الرازم خرج من السجن بالفعل ولكنه أبعد إلى غزة بعيداً عن أهله أنت تحدثت في وقت سابق أيضاً للميدين عن الصعوبات التي يعانيها الأسير وهو مبعد هل استطعت أن تتكيف مع الأجواء؟ يعني أن تكيف حياتك الآن في غزة؟ الحقيقة أننا استطعنا أن نتكيف ونتأقلم مع السجن في الأسر عند العدوة الصهيوني والآن نعم تأقلمنا وتكيفنا مع الواقع الذي نعيش فيه اليوم نحن نعتبر أننا خرجنا من سجن صغير إلى سجن أكبر ببوابات تختلف لا أكثر ولا أقل صحيح أن الأسير المبعد قد يعاني من المشاكل أو بعض المشاكل التي تواجهه في الواقع خاصة أنه بعيد عن المكان الذي تربى وترعرع فيه بعيد عن أهله بعيدا عن ذويه بعيدا عن أصحابه عن أصدقائه لكن يستطيع الإنسان الأسير أن يتأقلم مع هذا الواقع وأن يبني علاقات اجتماعية مع المحيط به وأن يعيش حياته كما يعيش باقي الناس حياتهم في ظل لكن قد يواجه الإنسان مشاكل اجتماعية هنا وهناك ولكن يستطيع أن يتغلب عليها وأن يتجاوزها لأن الحرية أيضا لا تقدر بثمن سيدة فدوى البرغوثي اليوم مثلا يعني طبعا لنتخيل أنا لديك زيارة إلى سجن هذا ريملي طبعا ملاقات مروان برغوثي سفي لي هذا النهار يعني كيف تخرجين من منزلك؟ ماذا تحضرين معك؟ كيف تدخلين إلى السجن؟ كيف يتم تفتيشك؟ يعني كل هذه التفاصيل وكأنك الآن لديك هذا اليوم نعم أول شيء يبدأ نهارنا للزيارة من الساعة الخامسة صباحا حيث نذهب إلى حافلات الصليب الأحمر مع العائلات الفلسطينية نكون مجتمعين العائلات معا ونذهب الساعة الخامسة صباحا يعني هناك قد يكون ثلاث حافلات أو أربع حافلات حسب مواعيد الزيارة وحسب ترتيبات الصليب الأحمر ولكن إلى سجن هدريم نذهب ما يقارب عشرين عائلة من رمالة طبعا تبدأ من الساعة الخامسة ونذهب إلى أول نقطة التفتيش وتكون هناك ثلاث إلى أربع ساعات من العذاب والمعاناة وطبعا ألم الكبار السن ألم الأطفال هذا كل شيء موجود التفتيش وبعد ذلك نذهب إلى السجن حينما نصل إلى هناك طبعا السجن هدريم لرام الله ببعد لا يزيد عن ساعة وثلث ولكن هذا يستمر لمدة ساعات طويلة حتى نصل ومن ثم تبدأ معاناة التسجيل والتفتيش والمسموح لنا طبعا أن نأخذ الكتب كل شهر كتابين لكل أسير ومسموح كل ثلاث شهور أن نأخذ بعض الملابس الشخصية للأسير طبعا نعود إلى منازلنا بعد أربع عشر ساعة تستمر حتى نزور خمسة وأربعين دقيقة خمسة وأربعين دقيقة من خلف الزجاج مع عشرين عائلة مع بعضنا البعض نزور وطبعا يعني الخمسة وأربعين دقيقة تتوزع ما بين الإطمئنان على الأبناء اللي لا يستطيعوا أن يزوروا والدهم بسبب أن أعمارهم تزيد عن ستعشر عام وتقل عن أربعين عام فهم محرومين من الزيارة ويعطوا تصريح كل سنة أو سنتين مرة فهذه الزيارة كل مرة تأخذ الربع الساعة الأولى منها للإطمئنان على الأبناء وأخبارهم وحياتهم ونجاحاتهم والحمد لله نطمئنه عليهم بأنهم نجحوا وتخرجوا من الجامعات وتخرجوا من المدارس وبدأت حياتهم بخطواتها الحمد لله المهمة وكذلك طبعا يسأل عن أوضاع الشعب الفلسطيني ويسأل عن أوضاع حركة فتح ويسأل عن أوضاع الأهالي الأسرة وننقل له بعض الرسائل من الكيادات الفلسطينية وهو يبعث معنا رسائل إلى الكيادات الفلسطينية فتصوري هذا البرنامج المزدحم في 45 دقيقة كيف يكون نكاد نشعر أنه لا يوجد زيارة طبعا هي معاناة كبيرة ولكن مروان برغوثي له حب كبير في قلوب الفلسطينيين وموضوع ترشحه للرئاسة ليس بموضوع عابر هناك من كتب بأن مروان برغوثي هو رئيس تحت الاحتلال هو من الممكن أن يكون رئيس تحت الاحتلال يوسي بلين يخاف من هذا الأمر قيادات إسرائيلية كبيرة أيضا يقال بأنه من أهم أسباب أيضا خروجي من السجن أن يكون خلفا للرئيس محمود عباس هل ترين أن فعلا مروان برغوثي من خلال حديثك معه هل ممكن أي ترشح مثلا للرئاسة هل لديه هذا التفكير هل هو في هذا الوارد نعم أختي أولا دعيني أقدم التحية والتقدير والاحترام والإجلال لشعبنا الفلسطيني الوفي شعبنا الفلسطيني الذي التف حول مروان برغوثي والتف حولنا وهذا اندل على شيء يدل على أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن أن يترك أسراء ولا يمكن أن يترك مناضلينه ورموزه في داخل السجون وستأتي يوم الحرية حتما نعم ونحن فخورين كذلك بأن مروان برغوثي له مسيرة 35 عام متواصلة من النضال ومن الكفاح وطبعا ثبت محبته في قلوب وعقول ووجدان الفلسطينيين وليس الفلسطينيين فحسب ولكن أنا أتنقل في عواصم الدول العربية وأرى محبة الشعوب العربية كذلك لمروان برغوثي وأرى كل أحرار العالم له ما أريد أن أقوله أننا الآن في الظروف الصعبة التي تعيشها القيادة الفلسطينية والأخ أبو مازن نحن نقف إلى جانب الأخ الرئيس أبو مازن في وجه الضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي تواجه عليه وأن الانتخابات الفلسطينية لم تكرر بعد وحينما يتم تحديد الانتخابات سيكرر مروان موقفه من هذا الموضوع أنا أشكرك على هذه الإجابة ستبقى لدينا ربما دقيقتين على ما أعتقد أو ثلاثة دقائق على الأكثر دقيقتين سيد فؤاد الرازم سأختم معك أريد منك جملة نختم بها هذا الحوار رسالة أفضل شيء أن نوجه رسالة للأسرة ماذا تقول لهم بشكل سريع نقول أفضل رسالة لأسرانا ومتقالينا في سجون الاحتلال الصبر الصبر فما النصر إلا صبر ساعة وندعوهم إلى الوحدة والتماسك في وجه هذا العدو الصهيوني خاصة ضد دارة مصلحة السجون التي تحاول أن نيل منهم على مدار الساعة نعم سامر العساوي أنت أيضا ماذا تريد أن تقول في ختام هذه الندوة وفي يوم الأسير الفلسطين سريعا أقول لأسرانا أن لا يقفوا مكتوفين على أيدي فعليهم التحرك من أجل إطلاق صراعهم فهم سوف يحركون الشارع الفلسطيني وسيحركون كل أحرار العالم لكي يلتفوا حول كذية الأسرة وتحريرهم من داخل السجون دون ذلك لن يتم تحرير الأسرة من داخل السجون إذا لم يتحركوا فعليهم أن يتحركوا من أجل الضغط على الكيادة الفلسطينية وعلى كيادة الثورة الفلسطينية التي أرسلتهم من أجل الدفاع عن أبناء الشاب الفلسطيني والقيام بالمهام الثورية العسكرية التي قاموا فيها الدد الاحتلال فعليهم أن يتحركوا لكي يجبروهم على عملية التبادل الأخرى وكي يجبروا كل العالم بأن يقف جانب القضية الفلسطينية والأسرة الفلسطينية لأن العالم لن يتحرك ضد الاحتلال إلا إذا رأى بأن هناك خطورة على الاحتلال نفسه والخطورة هذه تأتيم خلال التحرك الشعبي الفلسطيني على الأرض سيدة فدوى أقل أيضا من ثلاثين ثانية رسالة للأسرة ماذا تقولين؟ يعني أقول أن حركات التحرر لا تترك أبنائها في داخل السجون وحركات التحرر التي تحترم هي من تحرر أسراها جنبا إلى جانب تحرير الوطن ما أقول للأسرة أن حريتهم إن شاء الله قادمة ما أقول لأبو الكسام أنني رغم الصعوبات والألام والإرهاق والتعب ألا إلا أنني إرادتي لم تكسر ولن تكسر كباقي نساء فلسطين وسأبقى صامدة إلى أن أراه حرا بين أبناء الشعب الفلسطيني إن شاء الله كل الأسرة الحرية لكل الأسرة هذا أملنا في هذا اليوم شكرا لك سيدة فدوى البرغوثي رئيسة الحملة الشعبية لإطلاق سراح مروان برغوثي أيضا أشكرك الأسير المحرر فؤاد الرازم المبعد إلى غزة كنت معنا من غزة وأيضا أشكرك سامر العساوي الأسير المحرر كنت معنا من الناصرة وأنتم مشاهدين أينما كنتم شكرا لكم على المتابعة لهذه الندوة الخاصة قضية أمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة